وانا كمواطن يعني وانا بتكلم برضو سيدر اسمه لتنظيم الاعلام انا كمواطن ايه الدور اللي علي ان انا قم بيه مش بس دور حكومة ولا دور مستوردين ولا رجال اعمال اكيد انا كمواطن علي دور اساعد نفسي مبساطة المواطن طبعا دوره مهم واساسي في حاجة في العالم بيقولوا عليها عدم اهدار الطعام يعني لا تشتري طعام الا بقدر احتياجاتك والكلام ده اكدت الحكومة النهاردة كل السلع متوفرة في منافذ التوزيع والمجمعات لشهور طويلة فما فيش داعي للتكالب او التخزين عشان ما اعملش ازمة مفتعلة فهنا ده دور مهم جدا للمواطن الدور الاولان عدم التكالب على السلع يبقى عنده ثقة وطمأنينة في بلده وفي دولته انها تستطيع توفير اي سلعة في اي وقت ده الامر الامر التاني مسألة ترشيد للسهلات ترشيد للسهلات بمعنى يعني رمضان جاي وكل سنة وانتوا طيبين احنا بنشوف موائد رحمن واهدارت ما فيش مانع نعمل موائد رحمن ونعمل عزومات حتى في العزومات اللي ببيتنا ونعمل عزومات وكل حاجة بس ايه بقى بتبقى في حاجة ظريفة جدا ان فقد الطعام يتم اعادة دعبئته ويقدم للناس المحتاجين او الناس تشيري على قد احتياجاتها يعني بص يا استاذ عامر احنا بنشوف يعني كلنا سفرنا برا بنلاقي الفاكهة مثلا معمولة في طبق حت التطيق على موزايا على مشاق يعني محدش يعني انت ما بتشوفش حد يقول له ديني تلاتة كلموس لا مفيش خالص بالتلاتة والله يا استاذ كارب انا مره مره في مترو في نيورك شايف سيدة ستك كده كمل مسك شنطة فيها كنتالوباية انا بقى عملا بصيها كده طب ازاي وجالها قلب من تقف تطلق شركة كنتالوباية بالضبط كده يعني مثلا لو اروحش اشتري السمك يولو اعي السمك ايه اللحمة مش بقى حدش بيتري بالكيلو بالقطعة ايه مظبوط هيحتاج قطعة هي ثقافة حارك الياف ان احنا لازم ثقافتنا بتتغير مع اختلاف الحياة من خورين يعني بص برضو يعني في فترة من الفترات كانت يعني من الفترات السابقة ما كانش فيه سلع او بتاع فاكرة الناس بتتكالب على التخزين فمفروض خلاص دلوقت كل حاجة متوفرة فمفروض نغير ده الامر التاني يعني مش نوع من الوجهة الاجتماعية او مش عايز اقول كلمة فشخرة يعني ان اروح عند الرجل اللي جزر اقوله ديني 4 كيلو طع للفغدة لا يعني شنع على الان دي احتياجاتك على الان دي احتياجاتك على الان دي احتياجاتك مثلا فيها بالعشر تكياز خمشار كيس وكارونة العربين مش ربنا يا رب يزيدو يبارك ربنا يزيدو بس يعني قضي نوع حنب حنب يعني فعلا لما تروح بعض الهايبر ماركت اه وبتاعة تلاقي الناس يعني مش عربية جرر عربية اللي عربيتين وبعدين فيه ثقافة ان ايه الناس بتشتير اللي هي مش عايزاه لحسن يغلق اه وبعدين تفكر في اللي محتاجة يعني هو بيبص كده بيمشي بص ايه هدى وهدى 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 وهو مش محتاجه وفي ناس محتاجة وفي ناس محتاجة ده في ناس محتاجة فيه ناس محتاجة فهنا برضو دي من ضمن الثقافة ترشيد للسهلاك عدم اهدار الطعام الشهر الكريم ده نخليه كريم بقى كده في ايه يعني ونحافظ برضو يعني على وزننا مش كل واحد اطلع من رمضان ده رمضان ده اشعر الصوم بتلاقي الناس طلعة زايدة 7-8 كيلو ولعل بيقول لحركة دقيق والناس المستوردين الدقيق الفاخر بتاع الكحك والبسكوت اكيد هيغلو فحبزة لو استغنينها شوية يعني بيجيب 3 كيلو كحك يجيب كيلو يفرح الدكاترة كمان يعني عندنا ضر للدكاترة نبهو الناس يعني ان الحاجات دي بتضع يعني سموم يعني الديق الابيض والسكر والبتاع والناس بتاكل سموا البيضة يعني يعني ايه يعني العدل ده حتى مثلا فلسطيني يقول لي المعدة طلت للأكل اه طلت طعمك طلت شرابك طلت لقناق نفسك اه يعني عشان بس تقدر تاخد انما الاكمل انما لازم يكون فيه وعي خلاص ويتغلو الكحك والبسكوت خلاص ايه عيني يعني هينفاجر هينفاجر من قطر الاكل وعمال هات 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 ورا بعضه يعني حتى بتفقد مطعة الطعام مثلا للناس برا يعني مش عايز اقول للناس برا لكن مثلا الناس ما بتقعد تتغذى او تتعشى بيقعد ساعة يقعد كده يعني يستمتع بكل لقمة بيأكلها عشان يقولك مطرح ما يسري يمري زي ما بيقولوا كده بكل لقمة انما هنا يعني السياسة تملق البطون عب 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 وقوم وديها نص لتر بيبسي وبتاعه حاجات كده بتبقى من الامور فده برضو مطلوب من الناس توعية 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 في البرامج وتوعية من الاطباء وتوعية صحية وتوعية طبية وتوعية في المساجد نحترم الطعام احنا عندنا سقافة ما بنمشي بنلاقي لقمة مرمية جنب الحيطة بنبسها وبنحطها جنب الحيطة احترام وتقديس فاحنا عايزين نقدس برضو هذا الامر ده مطلوب مطلوب من المجتمع المدني برضو الجمعية دي تبدأ تشتغل وتنزل وسط الناس في القرى وتنزل وسط الناس يبقى لهم دور احنا احنا دلوقتي انا بتكلم عن دولة ما بتكلمش عن حد الدولة دي كلها يعني دي مركب كلنا ركبين فيها صحيح الحكومة والرئيس والنظام والشعب مسؤولية كل مش مسؤولية فرد فلازم كلنا محط ايدنا في ايدن بعض عشان تعدي والاغنياء ياخدوا بالهم برضو في الشارع ده يعني الفقراء ما تبقاش يعني حتى تبقى تبرعات رشيدة وتروح في اماكن معينة يعني منظومة كده لازم يتم ادارتها بحاجة ما لكن هنا انا شاف ان الحكومة كجزء من هذه المنظومة فيه اجراءات وكفايا احنا عندنا صندوق لمواجهة الازمات فيه مبلغ كبير جدا فيه احتياط كبير جدا من السلع من كل السلع وبعدين كمان احنا لسه عندنا القوات المسلحة بالمنتجات بتاعتنا بتكلم ده لسه القوات المسلحة كمان اما تنزل بمنتجاتها الشرطة يعني الحمد لله ربنا يكرم البلد دي وتعدى الازمة يا رب ان شاء الله بس احنا نكون رحماء ببلدنا رفقاء كده يبقى في رفق ورحمة ونبقى قلبنا على البلد وقلبنا على انها تعدي بسلام من الازمة دي يعني كلها شهور معينة كده وان شاء الله يعني هنطلع اقوى منه بإذن الله